فرنسا شهد قصر الإليزية الرئاسي حفل تنصيب إيمانويل ماكرون لولاية رئاسية ثانية ماكرون تعهد بأنه سيعمل على وقف التصعيد في الحرب الروسية على أوكرانيا وبناء سلام جديد في أوروبا رسميا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيسا لفرنسا لولاية ثانية فخلال مراسمة بروتوكولية تم تنصيب إيمانويل ماكرون السبت رئيسا لفرنسا للمرة الثانية وكما ينص عليه الدستور الفرنسي أكد رئيس المجلس الدستوري لورون فابيوس فوز ماكرون في الدورة الثانية من الانتخابات أمام مرشحة اليمين المتطرف ماري لوبين بالأغلبية إن المجلس الدستوري وبالاستناد إلى المادتين السابعة والثامنة والخمسين من دستورنا يعلن تنصيبكم رئيسا لجمهورية الفرنسية لولاية من خمس سنوات تبدأ السبت المقبل بتاريخ الرابع عشر من مايو في منتصف الليل وكما يقتضيه بروتوكول تنصيب الرئيس الفرنسي ألقى الرئيس إيماني والماكرون كلمة مقتضبة أمام حشد كبير من المدعوين من الطبقة السياسية والنخب العلمية والأكاديمية والفنية والرياضية والبعثة الدبلوماسية وممثلي مختلف الديانات والهيئات المدنية والعسكرية ووسائل الإعلام عرّج فيها على القضايا التي تهم المواطن الفرنسي وكذا التحدية الأوروبية والدولية سنعمل أولا على وقف التصعيد في الحرب الروسية على أوكرانيا وسنسعى جاهدين لتمكين الديمقراطية على الثبات وإلى بناء سلام جديد في أوروبا واستقلالية اقتصادية في قارتنا سنسعى أيضا لنجعل من بلدنا قوة زراعية وصناعية وعلمية ماكرون تسلم بهذه المناسبة وسمى جوقة الشرف الأرفع كقائد كبير وهو قطعة رمزية ذات دلالات عميقة تربز إلى استمرارية الدولة كما استعرض القوات العسكرية بمختلف تشكيلتها مع إطلاق المدفعية 21 طلقة كتحية له كقائد لفرنسا أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أجندة وتحديات وطنية وأوروبية ودولية ثقيلة كما ذكر في كلمته بمناسبة تنصيبه الرسمي على رأس البلاد في سياق عالمي متقلب ضربت استقراره الحروب والنزاعات شوق أمين العربي باريس ومن باريس ينضم إلي الكاتب الصحفي وليد عباس تحياتي أستاذ وليد تحدث ماكرون خلال تنصيبه ووعود كثيرة بطبيعة الأحوال ولكن دعني أبدأ معك بكيف سيجعل ماكرون فرنسا أكثر استقلالا هذا سؤال كبير للغاية وفي الحقيقة هو أمام تحديات كثيرة للغاية أكثر من أن يجعل فرنسا أكثر استقلالا وعني تحديات على المستوى الداخلي فيما يتعلق بمستوى المعيشة بما يتعلق بقضايا كثيرة تتعلق بالوضع الاجتماعي وأنك احتقان اجتماعي لم يسبق له مثيل في فرنسا شاهدنا أحد مظاهره في حركة السطرات الصفر ثم جاءت الأزمات الكبرى في كورونا والحرب في أوكرانيا لتغطي على هذه المسألة ولكنها ظلت كامنة وبرزت في نتائج الانتخابات التي وضعت وراءه مباشرة ممثلة اليمين المتطرف وممثل اليمين الراديكالي ماكرون يواجه على الفور أزمة كبيرة تتمثل في الانتخابات التشريعية لأن كل المرشحين ميلانشون وليوبين يسعيان حاليا لتحقيق أغلبية أو لتحقيق وزن كبير داخل البرلمان وهذا سيدفع إلى تحالف سواء تحالف في اليسار أو اليمين لحرمان ماكرون من الغالبية البرلمانية إن حصل هذا أستاذ وليد ما مدى صعوبة هذه السنوات القادمة على ماكرون في الإليزي التحالف بين ميلانشون وليوبين أمر مستحيل ولكن في حال حصول أحدهم على الأغلبية البرلمانية أو تمكنه من السيطرة على الأغلبية البرلمانية فإن ماكرون سيعيش فترات الرئاسية الثانية في حالة من التعايير أي أنه سيكون مسؤول عن السياسة الخارجية فقط وعن بعض الملفات الأساسية ولكن تتعلق بالسياسة الخارجية والدفاعية أما كل ما يتعلق بالسياسة الداخلية سيكون مهمة رئيس الوزراء الذي ستختاره الأغلبية البرلمانية هذا الوضع الذي عاشه رئيس ميتران مع جاك شيراك في مرحلات سابقة إذن لن يتمكن من تحقيق أي من خططه الإصلاحية سواء الاقتصادية أو الاجتماعية سيكون وضع صعب للغاية بالنسبة لرئيس ماكرون حتى الآن لا نستطيع التكهن بنتائج هذه الحملات ولكن مما لا شك فيه عن البرلمان القادم ربما لن يتمتع بأغلبية مريحة على الأقل في هذا البرلمان وستكون هناك معرضة قوية سواء من يمينها أو من يسارها أستاذ وليد هل الوضع غير المريح لمكرون إذا نجح تحالف اليسار في الانتخابات البرلمانية القادمة وكانت له حضوة وحضور في البرلمان هذا الوضع غير المريح لمكرون هل من الممكن أن يكون مريح لفرنسا مما لا شك فيه أن لا تطلق يد ماكرون بالنسبة للفرنسيين الكثير من الفرنسيين يعتقدون وفقا لما كان حاول أن يطبقه في بداية فترة الرئاسية الأولى فيما تعلق بقوانين اجتماعية تتعلق بالبطالة أو بنظام التقاعد أعلن أنه يريد رفع سن التقاعد إلى 65 عاما قبل هذه الانتخابات إذن يرى الكثير من الفرنسيين أنه من الأفضل أن لا تكون يدغو مطلقة في الحكم وأن يكون مقيد بعض الشيء لكي لا يذهب بعيدا في إصلاحات يراها البعض هنا أنها من نوع الإصلاحات الليبرالية المنفلتة التي تسعى لوضع كافة القضايا في يد السوق ليتحكم بها بالتالي هناك جزء ربع سبيل من الناخبين يريد أن يكون حركة ماكرو مقيدة إلى حد ما الشكر جزيلا لك على هذه القراءة من فاريس الكاتب الصحفي وليد عباس ترجمة نانسي قنقر